الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية القطط البيضاء في المنام فتابعونا وما تنسونش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خطط البيضاء في المنام للإمام العلامة ابن ثيرين طيب الله صراه يؤكد مفسرون الأحلام أن القطط البيضاء في حلم الشب الغير متزوج تكون من علامات اقتراب الزواج والارتباط بفتاه جميلة الشكل وحسنة السلوك القطط البيضاء التي تظهر في منام الرجل تكون من علامات الزوج الصالحة الموجودة في حياة هذا الرجل رؤية القطة الكثيرة البيضاء في الحلم تكون من علامات السعة في الرزق وحصول صاحب الحلم على المال الحلال من العمل الحالي الذي يعمل فيه رؤية القطة البيضاء الكبيرة في حلم المرأة الحامل تكون من علامات إنجاب هذه السيدة مولود زكر وذلك وفق لما زكره العلامة ابن ثيرين طيب الله صراه رؤية القطة البيضاء في حلم المرأة المطلقة يشير إلى وجود خبر صار وسعيد قادم في طريق هذه السيدة الأيام القادمة تفسير رؤية طرد القطة من البيت في المنام لو كانت القطة التي تطرد من المنزل قطة جائعة فإن ذلك يشير إلى تعرض صاحب الحلم للجوع والفقر في الفترة المقبلة أما طرد القطة المفترسة فإنها تكون من علامات تخلص صاحب الحلم من الهموم والأحزان التي كانت تسيطر عليه لو كان أهل هذا المنزل في شجار مستمر فإن طرد القطة من المنزل تكون من علامات انتهاء الشجار الموجود بين أفراد هذا المنزل ترضى القطة من المنزل لمن كان يعاني من المرض أو وجود أحد أفراد المنزل مريض يكون من علامات اقتراب الشفاء بأمر الله تعالى يدل طرد القطة في المنزل أيضا في منام المطلقة إلى تخلص هذه السيدة من الصعاب والمشاكل التي كانت تمر بها في الأيام الماضية موت القطة الصغيرة في الحلم تشير إلى ضياع الكثير من الفرس التي من الصعب أن تعود مرة أخرى أما موت القطة المفترسة فإنها تشير إلى تخلص صاحب الحلم من المشاكل والصعوبات التي كانت تمر بصاحب الحلم موت القطة الصغيرة في حلم المرأة الحامل في بداية الشهور الحمل تكون من علامات عدم اكتمال الحمل عند هذه السيدة وتعرضها للإجهاد أما المتزوجة الحديثة في الزواج التي ترى موت القطة في حلمها فقد تعاني فترة من تحقيق حلم الإنجاب لها موت القطة الأليفة في الحلم أيضا للرجل تشير إلى ترك هذا الرجل للعمل الحال وقد يظل فترة طويلة من الوقت بدون الحصول على فرصة عمل جديدة تنسونا شخونا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش قراءة أية الكرسي أسورة الملك كل يوم قبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته